مرحبا نحن في ولاية فرجينيا في الولايات المتحدة الأمريكية في مدينة بالتحريب مدينة بلاكسبورك في هذا الموقع رائع جدا زخط خفيفة من المطر وورانا خلفنا نحر عذبة هي عذبة وموقع حقيقة رائع جدا الجو رطيف جدا الباء الساخن والتقوية العلاقات الجنسية في الإنجاب للعلاقات الزوجية معروفة بأن الرجاب لهم هرمونات تتعلق تسمى هرمون التسترون مع النساء يفرزون الهرمون تسمى هرمون الإنجاب وهو نوعين من الهرمون أي الأستروجين وبروجسترون الآن بالنسبة يعني هذه الهرمونات طبعا هناك مجموعة كبيرة من الهرمونات التي تحتاكم في السعادة واليش هذي والكر والفر واليش هذي القلق واليخوف إلى شي هذي عموما في هرمونات الإنجاب التي ذكرنا بالنسبة للرجال والنساء طبعا يعني لو نرجع في ما كتشف العالم الأمريكي الدكتور باتمانجليج الذي ينص على أهمية تناول كأس ماء قبل تناول طعام أي بربع ساعة إلى نص ساعة طبعا ينتشير إلى الماء فتقوم الغدد بإفراز هرمون فنحن نمسك هذه الحاقة بما هذا الفائد العلمية من دكتور باتمانجليج بتالي ما هو هي إشارة خضراء للغدد إفراز الهرمون لكن ما يكون ماء الساخن ينقل الطاقة فيساعد على إسراع عملية إفراز هذه الهرمونات ومنها هذه النوع الهرمونات الهرمونات الإنجاب أو هي متصب العلاقات الجسية ولو نرجع بالقانون قوانين ديناميكي للحرارية القانون الأول الديناميكية للحرارية أي نص هذا القانون بأن الطاقة لا يمكن تدميرها أو خلقها بل تنتقل من جسم حار إلى جسم بارد فالماء الساخن حرارة مرتفعة عن حرارة الجسم وتبع معدل 50 درجة مأوية وجسم الإنسان 36.5 إلى 37 درجة مأوية فتنتقل الطاقة طبيعيا عن طريق تغذية الخلايا بالماء وهي الطريقة الوحيدة خلاف للرياضة وممارس التمريل الرياضية خلاف للتمثيل الغذائي نظام الغذائي سليم استمتع برياضة مفضلة عندك استمتع بالنظام الغذائي سليم عندك بس هو الأساس هو الماء الساخن حتى يضمن لك انتقال الطاقة عن طريق تغذية الخلايا بالماء ويساعد هذه الغدد بإفراز الهرمونات بشكل سليم التي استلفنا ذكر تتعلق بهرمونات الإنجاب وهي تتعلق بالعلاقات الجنسية والأسرية بارك الله فيكم نصلاة التوفيق لكم وأعزائكم يا أكبر يا أكبر شكرا